موسيقى نشرة الأخبار المحلية من قناة عدن الفضائية أهلا بكم ناغش محافظ محافظة الأحجل وأحمد عبدالله التركي مع رئيس مجلس إدارة الصندوق صيانة الطرق المركز الرئيسي بعدن المهندس معين الماس ناغش عددا من المواضيع المتصلة بمشاريع صيانة الطرق الجاري تنفيذها في المحافظة والتي يمولها ويفرف عليها الصندوق وجرى في اللغاء الذي حضره نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق سامي باهرمز جرى بحث سبل تعزيز التنمية في المحافظة عبر دعم جهود الصندوق سواء فيما يخص توفير البيئات الآمنة لتنفيذ المشاريع والتنسيق بين المكاتب التنفيذية داخل مديريات المحافظة وكذا صندوق الطرق وتطرق اللغاء لمناقشة سير الأعمال في عدد من المشاريع ومنها مشاريع الصيانة وعادة تأهيل طريق سوق السلام لابعوس بمديرية يافع ومشروع استكمال وإنشاء عقبة خلق ورأس عمران المخى وما يتعلق بالميازين المحورية وكذا المشاريع التي يمولها البنك الدولي في عدد من المديريات ناغش محافظة حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي مع وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي معاذ المليكي بالمكلة ناغش عددا من مواضيع تطوير قطع التعليم الفني والتدريب المهني بالمحافظة واستعرض اللغاء الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة الصالح العمقي ومدير عام مكتب الوزارة بسحل حضرموت سالم باجابر استعرض التحضيرات لاستقبال المعدات والتجهيزات الخاصة بمشروع المنحة الكورية للطاقة المتجددة الذي يشمل معامل ومختبرات لمعاهد التعليم الفني وتدريب المهني بحضرموت لإدراك هذا التخصص الجديد بنظام الدبلوم والباكلاريوس لأول مرة على مستوى الجمهورية وترتيبات إطلاق المخيم المهني الشبابي الأول بعنوان كن مهنيا لجميع فئات المجتمع قدم محافظ محافظة حضرموت مبخوت من ماضي واجب العزاء لوكيل محافظة حضرموت الأسبق عمير مبارك في وفاة المغفور له أحمد بن ناصر النسي ونقل محافظ حضرموت التعازي لنجل الفقيد القاضي عارف النسي واطمأن المحافظة على صحة الوكيل الأسبق عمير مبارك عمير مؤكدا أن قيادة السلطة المحليات تقدر الكوادر والكفاءات التي خدمت المحافظة في مختلف المجالات ناقش المكتب التنفيذي في محافظة شباب في اجتماعه الدوري الذي عقد برئاسة أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة عبد الربو هشلة ناقش تقريرا عن إجمال الإيرادات المالية المحصلة في المحافظة خلال العام الماضي 2023 والتي بلغت ستة مليار وثلاثمائة واثنان واثنان وعشرين مليونا وتسعمائة وسبعة وخمسون الف ريال وتقريرا آخر عن نشاط وأداء مكتب مصلحة الضرائب بالمحافظة خلال العام الماضي وفي الاجتماع الذي حضره عدد من أكلاء المحافظة شاد المكتب التنفيذي بالصمود البطولي لأبطال ألوية العمالقة وقوات دفاع شبوة المرابطون في بيحان في التصدي لمحاولات ميليشيا الحوثي الإنقلابية التسلل إلى النطاق الجغرافي للمحافظة خلال الأيام الماضية وأكد وقوف قيادة المحافظة وكل أبنائها إلى جانب أبطال ألوية العمالقة وقوات دفاع شبوة وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لها حتى تتمكن من القيام بواجبها الوطني في إفشال كل محاولات التسلل الحوثية شدد نائب وجير الصناعة والتجار السالم سلمان الوالي على مضاعفة الجهود وتكثيف الحملات الرقابية الميدانية حماية للمستهلك من المبالغة في الأسعار في ظل تقلبات قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وأكد الوالي خلال اجتماع عقدة في العاصمة المواقعة عدن بحضور وكلاء الوزارة ومدير عام مكتب الصناعة ومدراء عموم وإدارة الرقابة التموينية أكد أن قيادة الوزارات للمستهلك جل اهتمامها متمنا دور القطاع الخاص وجهوده في تأمين واستقرار المخزون الغذائي داعيا إلى أهمية تضافر جهود الجميع واستشعار الروح المسؤولية للصمود أمام التحديات الاقتصادية وتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار معقولة خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك وشار نائب وزير الصناعة إلى تنفيذ حملات الرقابية موسع في جميع المحافظات المحررة وضبط المخالفين والمحتكرين للسلع الغذائية والاستهلاكية والمبالغين بالأسعار منوها باستقبال غرفة عمليات الوزارة كافة البلاغات الواردة والاستيابة السريعة لها مشيدا بدور نيابة الصناعة والتجارة مع الغضايا التجارية في اتخاذ الإقراءات القانونية والرادعة بشأنهم احتفى قطاع الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة بالعاصمة المؤقتة عدم باليوم العالمي للأمراض المدارية المهملة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وتضمنت الفعالية التي حضرها نائب وزير الصحة الدكتور عبدالله دحان تضمنت حلقة نقاشية تناولت نظرة حول الأمراض المدارية المهملة واليوم العالمي لها وأكد نائب وزير الصحة أهمية التذكير بالأمراض المدارية المهملة باعتبار أن بلادنا واحدة من أكثر البلدان معاناة منها لافتان إلى ضرورة زيادة الدعم المادي والفني التخلص من هذه الأمراض قائيا وحلاقيا وتوعويا ومن جانبها أكدت الوكيل المساعد لوزارة الصحة الدكتور إشراء السباعي أهمية الرسالة التوعوية والتثقيفية بين أوساط المجتمع رفع مستوى الوعي الصحي تجاه عدد من الغضايا المتصلة بشأن الصحي إلى ذلك استعرض الوكيل المساعد لغطاء برعاية الصحية الأولية الدكتور انتصار جابر ومدير عام الإدارة العامة لمكافحة الأمراض والترصد الوباية الدكتور أدهم عوض استعرض عددا من الأمراض المدارية المهملة التي تعاني منها بلادنا والطرق السليمة لمكافحاتها اطمأن نائب وزير التعليم العالي والتدريب المهني عبدرب المحوري على صحة وكيل أول محافظة عدن محمد نصر الشادلي لدى زيارته له في مستشفى البريهي بمديرية المنصورة بالعاصمة المواقعة عدن كذلك تعرضه لوعكة صحية متمنيا له دوام الصحة والعافية واشفاء العجل وأن يعود لمباشرة عمله الوطني في خدمة الوطن ومحافظة عدن والمواطنين ومن جانبه عبر وكيل عدن الشادلي عن شكره وتقديره للوزارة وقيادتها على جهوده من المبذولة في سبيل الارتقاء بمستوى أداء الوزارة وتعزيز دورها أحالت لجنة المناقصات الفرعية بمديريات وادي حضرموت والصحراء برئاسة وكيل المحافظة عامر العامري أحالت عرضين لتوريد قطاع غيار لمحركات كهربائية بمحطة قريو إلى اللجنة الفنية لتحليلهما والرفع بنتائج التحليل لاجتماع اللجنة القادم واستعرضت اللجنة عند فتحها المضاريف الجهات المتقدمة بحضور مندوبي تلك الجهات وممثلين عن مؤسسة الكهرباء ومكتب الأشقال العامة مدى استيفاء ومطابقة وثائق العروض المتقدمة لشرط المناقصة وأكد الوكيل العامري على لجنة التحليل ضرورة التدقيق في العروض المقدمة بموجب المواصفات المعدة من الجهات المختصة والإسراء في رفع النتائج لتم إدخال المحركات لتعزيز القدرة التوليدية بمحطة قريو ناغش وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عامر العامري مع مندوبين عن المزارعين وجمعية الفلاح الحضرمية المشكلات التي تواجه المزارعين ومنها ارتفاع أسعار المشتقات النفطية ومنع دخول الأسمدة الزراعية وزحف العمران على الأراضي الزراعية وما تتعرض له حمولة المزارعين من تقطع من قبل النقاط القبالية بمنطقة الخشعة وأكد العامري اهتمام السلطة المحلية بالمزارعين والقطاع الزراعي مشيرا إلى ضرورة تقديم التسهيلات وتوجيه الدعم المقدم من قبل الجهات المختصة ومنظمات المجتمع المدني للمزارع مؤكدا أن السلطة المحلية تتابع بشكل مستمر شكاوى المزارعين وتعمل بشكل جدي على حلها دشنت وكيلة محافظة تعز لشؤون الصحية دكتور إيلان عبدالحق ومعها مدير مكتب الصحة العامة وسكان دكتور عبدالرحمن الصبري دشنت افتاح مشروع تجهيز قسم العمليات الجراحية في هيئة مستشفى الثورة العام وثمنت الوكيلة عبدالحق جهود الجهات الداعمة للقطاع الصحي بالمحافظة ممثلة بمجموعتها السعيد أنعم وشركائه ومؤسسة الكريم للتنمية مؤكدا أن المشروع الذي يضم أربع صالات عمليات وغرفة إفاقة سيسهم في التخفيف من معاناة أبناء المحافظة ويعزز الخدمات الطبية بالهيئة ناغش رئيس مجلس الإدارة العامة لصندوق صيانة الطرق والجسور المركزية الرئيسي بعدا عددا من المواضيع المتعلقة بخطة الصندوق والرؤية المستقبلية والاستراتيجية والتي سيقوم فريق عمل الصندوق على تحقيقها لتطوير العمل خلال المرحلة القادمة وخلال الاجتماع الذي حضره مستشار رئيس مجلس إدارة الصندوق نبيل الحياة ومدير عام الشؤون القانونية خالد زعبل أشاد الماس بجهود جميع العاملين في الصندوق وحرصهم على نجاح الرؤية والأهداف منذ بدء نشاط الصندوق من داخل العاصمة المؤقتة عدن مثمنا كافة القهود المبذولة في تعزي البنية التحتية للصندوق وتوسيع نشاط عمله دشن اللواء 90 قوات خاصة بمحور طور الباحة العام التدريبي والقتالي والعمليات والإعداد المعنوي بعرض عسكري أظهرت فيه الانضباط والجاهزية العالية لوحدات من اللواء وفي فعالية التدشين أشاد رئيس وعمليات محور طور الباحة العميد الركن طاه العطري بجهود وتضحيات وثبات أبطال اللواء في الجبهات والمهام الميدانية مشيرا إلى أن اللواء تخصصي نوعي أثبت من تسبوه حنكتهم وتمييزهم التدريبي والقتالي وأكد العميد العطري على أن قيادة محور طور الباحة للتدريب اهتماما بالغا في جميع ألوية وحدات المحور وتعمل بصورة منقطعة النظير على إكساب المقاتلين خبرات ومهارات قتالية نوعية ومن جهته أثناء رئيس شعبة التدريب في المحور العميد الركن محسن عبدالله علي أثناء على النجاحات التي حققها اللواء في خطط التدريب والتأهيل خلال العام المنصرم 2023 مؤتمنيا لهم تحقيق المزيد من التقدم في العام الحالي 2024 بدأت بمدينة سيؤون بمحافظة حضرموت دورة تدريبية حول الإتيكيت والبروتوكول وإدارة الفعاليات تنظمها الإدارة العامة لبحث التنمية الإدارية وتدريب وادي حضرموت والصحراء ويتلقى نحو عشرين متدربا على مدى ثلاثة أيام عددا من المعارف والمفاهيم حول أساسيات الإتيكيت وكذا المهارات اللازمة للقواعد الحديثة والرسمية في تخضير الفعاليات وتنظيمها وطريقة التعامل مع كبار الضيوف والشخصيات انتهت نشرة الأخبار المحلية مشاهدين الكلام قدمناها لكم من قناة عدن الفضائية نلتغي نحن وإياكم في نشرات إخبارية قادمة حتى ذلك الحين دمتم ودامت اليمن بألف خير إلى اللقاء اشتركوا في القناة